هذا هو أحد أكثر المتاحف غرابة في موسكو توجد به مجموعة ألعاب الطاولة الإلكترونية القديمة حرص مالكها على تجميعها عبر عدة سنوات هنا توجد كل الألعاب القديمة التي تعتمد على الكرة والعصى عبر ألعاب الفيديو والتي باتت اليوم ألعاباً كلاسيكية جمع الرجل آلات الأركيد القديمة من جميع أنحاء روسيا منذ عام 2015 حلمت أن ألعب على الآلة الحقيقية منذ طفولة وعندما كبرت فكرت في شراء آلة واحدة ثم بدأت في تكرار الأمر وشراء كل الآلات التي أراها وصل عدد الآلات في مجموعته إلى عشرين ما دفعه للتفكير في فتح متحف صغير خاص بتلك الآلات وافتتح المتحف عام 2018 ويضم الآن أكثر من أربعين آلة من الطراز القديم تتمثل مهمة المتحف في الحفاظ على تاريخ هذه الهالة فهي أصبحت جزءاً من ثقافة الماضي الجيل الحالي قد لا يعرف عنها شيئاً كانت هذه وسائل الترفيه بالنسبة لنا الآن أصبحت تاريخاً أمام التطور التكنولوجي تتضمن المجموعة أكثر من خمسين لعبة تشمل ألعاب السباق والكرة الدوارة والتي تم ابتكارها منذ نهاية القرن التاسع عشر إلى القرن الحادي والعشرين وأصبحت المجموعة تشمل آلات من أوقات مختلفة تحكي تاريخ ألعاب الفيديو قبل ظهور أجهزة الكمبيوتر الحديثة ووحدات التحكم في الألعاب ترجمة نانسي قنقر